أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف التزام الوزارة بتقديم كل ما هو أفضل للطلاب وخلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن ناتجة الثانوية العامة تعهد عبداللطيف بمواصلة العمل بإخلاص لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب مستقبل أبنائنا هو مستقبل مصر ونحن ملتزمون بتقديم كل ما هو أفضل لهم بإذن الله أتعهد بأننا سنواصل العمل بإخلاص لتقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا وبنتنا وأننا سنظل ممفتحين على آراءكم ومخترحتكم أشكركم جميعا على حضوركم ودعمكم ونتطلع إلى مستقبل يحمل في طياته نجاحات يستحقها أبنائنا وبنتنا بدعم كامل من القيادة السياسية والتي لا تألو جهدا في توفير كافة سبل الدعم للارتقاء بالعملية كنت فرحونة جدا يعني ما كنت متوقعة أن أنا ممكن أطلع من أوائل الجمهورية الموضوع كان مفاجئيا كنت بذكر وبعمل العليا يعني وبتوفيق ربنا لما عرفنا يعني أنا فرحت يعني مع أني ما كنت متوقعة أنها تطلع من أوائل الجمهورية بس ما عرفت طبعا فرحت جدا ومفرحوا مكاست سيئين يعني الحمد لله الواحد كان بيتعامل بريحية كان متمسك بقول إن إن أحصل الخلق والدين مع الجد والابتهاد ربنا يوفقك سواء توفيق مجموعة بقى الضرب النرق أو مجموعة اللي هو المتبصل أو كده المهم التوفيق في الخير اللي ربنا يجيبه فالواحد الحمد لله يعني كان متمسك بالأمل ده وأنا الحمد لله كنت حتى بقول أنا راضي باللهيج إن شاء الله في قلق إن شاء الله من التواقب ولكن الحمد لله كرم ربنا واسع الحمد لله والشكر لله أولا هزأ من فضل ربي أنا والله الحمد لله كنت متوقعت أو فيقلي زياد ولكن الحمد لله الحمد لله فق معايا كل التواقعات يعني هو عمل اللي عليه وَزَي وزَي أي حد يعني بيعمل اللي عليه عشان حاضر سنوية عامة وكده بس الحمد لله يعني الحصل النهاردة ده والله العظيم أول كلمة قلتها فعلا يا رب أنت بدأاش تعب حد كانت مذكرتي أغلبها بالليل يعني كانت دروسي الصبح ومذكرتي بالليل فده الوقت لكم مركزة فيه يعني أنصح بصراحة أن هو واحد ما يشقلبش نظامه ويبدل يحاول يغير ويسمع كل النصايح يعني كلنا ستقول إصحوا بادري وكده بصنى لأكد بذكر بالليل لشأن أنا مش حرارة أصحى بادري خالص بصراحة فعلا فأهم حاجة الهدوء أنها سنعة عارية وواحد يخدها براحته ومش على أصابه عشان يقدر يكملها لسه طويلة يعني فلوحد ما يوترش نفسه وبرضي يخلص أول بأول يعني الحمد لله فرحون جدا بالله أنا حقاته والمجهود اللي أنا بزلته يعني مرحش على الفادي أحب أشكر أهلي كلهم طبعا لساعدوني بابايا أمامتي وأخواتي وأشكر مدارسين كلهم الدارسولي كلهم لهم فضل علي طبعا الحمد لله